ده الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله عن المحاضر رقم خمسة في مادة نظم الرادار ريدر سيستم نتكلم بقى النهاردة ان شاء الله عن هنبدأ الاول على نتكلم عن البلسد ريدر سيستم والبلسد ريدر سيستم هو اللي يعني اخدناه كنموذج واتكلمنا عنه كالمعظم اتكلم عنه في المحاضرات اللي فاتت. بيتكون طبعا زي ما احنا شايفين ريدر سيجنل او الفورم الخارجة عبارة عن سيرز من شورت ديوريشن ريكتانجل ريكتانجل اه موديوليت طبعا ساين آآ ساين ويف كارير يعني عبارة عن مجموعة من سيرز يعني سلسلة وراء بعض او قولنا قبل كده ترين وراء بعض من آآ والبالسد ده بتبقى شورت ديوريشن شورت ديوريشن يعني مدتها آآ آآ قصيرة التايم بتاعها قصير والباقي اغلب الوقت بيقى زي ما احنا شايفين كده ما فيش آآ آآ سيجنل خارجة آآ وعبارة عن طبعا بيبقى في آآ ساين ويف موديوليت جوه يعني البالسد ده كأنه الانفلوب اللي هو الخارجي لكن جوه هنا بيقى فيه عبارة عن ساين ويف ديوريشن هنا في ساين ويف الكارير يعني وبقى ان ما فيش ده اللي هي بيبقى فيه الجزء ده زي ما احنا شرحنا بلكده ده جزء هنا ارسال ثم بعد كده بيبقى فيه استقبال طول فترة دي كلها مستنين الايكو ان هو آآ يرجع الايكو ده عبارة عن اللي هو هدف اللي هو آآ الهدف كان موجود في المنطقة طبعا رجيت هدف موجود في المنطقة خبطت في البالس ديت ورجعت بعد طايم آآ معين على حسب طبعا بقعد الهدف ده آآ موجود قديه طيب احنا عندنا آآ آآ لو فرضنا دلوعة هنا انا عندي آآ آآ هدف موجود آآ زي ما انا شايفين كده قدامنا وبدأ آآ آآ ارسالنا للنبضة البالس طلعت ثم وشيت لحد الهدف وآآ آآ رجعت رجعت زي ما انا شايفين كده عند آآ طايم معين انا بقدر احسب الايكو رجال اللي عندي طايم قديه يبقى احنا ازا بما ان احنا عارفين السرعة بتاعة اللي هي سرعة الضوء اللي هي ما نسميها سي تراتة في عشر وسي تمانية متر بالسكند يبقى ان اقدر مدام عندي السرعة وعندي الطايم قدر احسب المسافة طبعا هنا آآ ناخد بالنا ان المسافة دي عبارة عن ضعف المسافة لان ها دي المسافة اللي مشيتها البالس آآ رايح جاي يبقى ازا بالنسبة لي انا لو هحسب المسافة دي واسمها على اتنين يبقى دي المسافة بتاعة الترجم آآ زي ما احنا شايفين كده المسافة تبقى السي في التي ار تي ار ده هو الزمن اللي هو آآ رجع لي اللي انا حسابته بتاع الايكو قد ايه بعد الطايم قد ايه ازا المسافة دي هاسمها على اتنين يبقى دي المسافة بتاعة التارجت آآ بالنسبة لي بنسبة لي الرادار مسافة بتاعته قد ايه واحنا طبعا عارفين ان السي تراتة في عشر او سي ثمانية آآ متر بير سكنت طيب انا بقى هنتكلم على نقطة مهمة جدا حاجة اسمها الماكسموم ان امبيجواس رينج ان هتحصل لي لو احنا طبعا لو احنا رجعنا للشكل اللي احنا قدامنا هناك دوت ممكن تحصل لي مشكلة ايه اللي يحصل لو لو فرضنا الهدف ده كان ابعد من اللي لازم شوية بحيس الايكو بتاعه اللي راجع بدل ما يجي هنا يجي علي هنا طبعا كده بقى في عندي مشكلة لان انا عندي الريدر دايما بيحسب المسافة ما بين الايكو ديت واقرب اقرب بلس طلعت فهو هيعتبر ان هيعتبر ان الايكو دوت ان الطايم بتاعه هو الطايم ده ممكن طبعا طبعا كده هيبقى بنسبة لي ايه ده يسميه بقى يعني الريدر ده مش مظبوط رينج مش حقيقي نتيجة ان انا حسبت بقى المسافة بين وبين البلس مش اللي هو ورسلت عشان الايكو ده يرجع لا ده البلس اللي بعدها ده نتيجة ان الايكو ده تأخر وجيه مش بعد بقى البلس الاولانية اللي هو اه اه مبعوت منها لا ده جيه بعد البلس اللي بعدها تكوني نتيجة ان حصل لي في الرينج حصل لي ايه في الرينج يعني ايه اصلا او يعني حصل لي غموض او التباس حصل لي غموض او التباس فان انا ما بقتش عارف المسافة الحقيقية والريدر هيقسها طبعا غلط طيب انا هنا من الشكل هنا قدامي اه لو انا عايز عايز الموضوع ده ما يحصلش بعايز احسب ماكسموم ان امبيجوز رينج اللي هو اقصى رينج يقديه للطياء للهدف الموجود بحيث ما يحصل ليش اه التباس ده وطبعا يبقى احنا مدام اقصى مسافة يبقى انا عايز الايكو يجي لي فين يجي لي في المسافة دي كلها لكن ما يجي ليش بعد كده يبقى اقصى رينج بنسبالي ان هو يجي للحد قبل البلس التانية ما تطلع وهو ده اللي بنسميه جماعة ماكسموم ان امبيجوز رينج. طب هنحسبه ازاي? بمنطقة البساطة هحسب الطايم ده قد ايه? هحسب لو انا هدف عندي تارجت هيجي لي عند اخر قبل البلس التانية دي على طول يبقى انا هاخد الطايم ده اللي احنا هنسميه هنا اه تي بي اللي هو الطايم بتوين اه البلس واللي بعدها اللي هو بتاع البلس يبقى بالنسبالي ده هحسب بالنسبالي هو زي ما احنا شايفين كده على اتنين يبقى ده بنسبالي ده معناها لو في عندي تارجت خد مسافته ابعد من هزي المسافة هيكون النتيجة انه هيجي لي بعد البلس التانية وبالتالي يبقى ده بنسبالي مبهم او غامض او هايس وغلط لان هاعتبره دايما الريدر دايما بقيس من اقرب طبعا البلس اللي بترجع بعد اللي بيرجع بعد البلس التانية دي بتسميه او ممكن تبقى لو رجع بعد كمان ايه ابعد من كده كمان طبعا الكلام ده مفوض بمحسوب معمول حسابه في الاول خالص بحيث ده ما يحصلش لكن لو افترض ان في عندنا اه تارجت مسلا كان آآ يعني عجمه آآ اكبر بكتير جدا او اكبر من الحاجة اللي انا عامل عليها ديزاين وبالتالي عكس ايكو من على مسافة بعيدة جدا غير ما انا كنت متوقعة في الحالة دي ممكن تحصل لي المشكلة دي طبعا انا هنا عندي آآ آآ ربما الحل اللي هو المبدئي المبدئي البديهي هنا المنطقة اللي انا عمل ايه ازود الطايم بين البلس اللي بعده يبقى ازود الطايم دوت اخليه زيد بحيث ما يحصل ليش الان هو دي الحاجة اللي في ايد للوقتي ما يحصل ليش اللي هو ديت او آآ ما يحصل ليش يبقى انا عمحتاج هزود الطايم ده اللي احنا قلنا هنسميه آآ آآ تمام عم بحيث ان احنا اضمن ان كم ده مش آآ مش هيحصل يعني يبقى ده زي ما احنا قلنا الماكسما بان امبيجوز رينج وكل القصة ما انا بحط ديت في المعادلة بتاعت حساب المسافة طبعا احنا عارفين التيبي ديت اللي هي اللي هو او الزمن الدوري عبر عن مقلوب الفريكنسي طبعا واحدة على الاف بي واحنا الاف بي بنسميها بلس ريبتيشن فريكنسي اللي هو اللي هو الفريكنسي بتاع اكرار البلسز اد ايه وطبعا بتبقى بلسز برساكند او بالهيرت طيب احنا بقى عايزين نتكلم عن البرامترات بقى الرئيسية اللي اصف بيها اه البلس آآ ريدر فاول حاجة بنكلم على احنا عندنا هنا طبعا مدام افريج باور ليه بنكلم عن افريج باور احنا في عندنا الباور ترانسيميتد ديت اللي خرجت فين? اللي خرجت اسناء الترانسيميشن زي ما احنا شايفين في المنطقة دي كده المنطقة دي هنا الباور اللي خارجة ايه? يعني تمام? لكن بقى بالنسبة لي بالنسبة لده طبعا احنا طبعا كل ما يكون عرض البلس دي اكبر كل ما يكون اكبر. تمام? فبالتالي لو فرضنا مثلا ان البلس دي واخدها نص نصب غوي من الوقت. بنبس بالبيتي وخمسون بالمية ما فيش. يبقى هنا هتبقى خمسون في المية في البيتي ديت وبعد اذا النسبة بتاعت بنترفها في مين؟ فالعرض بتاع النبدة ده اللي احنا نسميته على التي بي كلها. لو فرضنا بابس طول الوقت. يعني التاوي بتساوي تي بي. يبقى هيا لان انا بابس بها طول الوقت. لو بابس خمسين في المهم من الوقت يبقى انا بتساوي خمسين في المهم. ان انا بابس نص الوقت او نص الوقت. لا يبقى زي ما احنا شايفين كده. اه اه بتساوي اللي هي ببعتها فعلا اسناء اه البلس المها موجودة مضروبة فيه التاوي على التي بي. طبعا احنا عارفين ان التي بي مقلوب مقلوب الفريكنسي اللي هي في ممكن اقول البي تي في التاو على آسف في الاف بي. طبعا احنا قلنا التاو هي عبارة عن العرض النبضة عرض البلس اللي ببعثها. طيب هنا برضو في عندنا حاجة اسمها الديوتي سايكل. الديوتي سايكل هو ادي ايه انا ببس اسناء ده كله وهي دي عبارة عن هي التاو على التي بي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها. خمسين في المية معنى انا ببسرها خمسين في المية من الوقت. وخمسين في المية مواقف. هرش هنا مية معنى انا ببسة عS في المية من الوقت. وعشر في المية اه ما ببسش. نعم ابد اسمها الديوتي سايكل بتاع آآ الريدر. طبعا احنا برضو من العلاقة اللي فات نقدر نقول هي بتساوي التاو فيه البي او البي افرج على البي طيب. احنا في عندنا هنا بقى لو فرضنا في عندي طو وتارجس. För نفس الديركشن. في نفس الاتجاه. انا اقدر هل هقدر اميزهم ان هم اتنين تارجت ولا تارجت واحد? ده على حسب هل هم موجودين على مسافة قد ايه من بعض. ساعتها بقى يا جماعة بنتكلم على بينهم لو انا اقل من السي تاو على اتنين. لو انا اقل من قيمة السي تاو على اتنين. انا هشوفهم بالنسبالي كأنهم كأنهم هدف واحد كبير. طيب انا لو الاتنين تارجت دول. الاتنين جايلي في نفس الاتجاه. ماشيين في سيربي مسلا او ماشيين وراء بعض على طول. والمسافة بينهم يعني واخدين نفس الاتجاه بالزبط. وكمان المسافة بينهم اقل من سي تاو على اتنين. ده من سميه على اتنين هنا. اتنين تارجت موجودين في نفس الاتجاه. المسافة بينهم اقل من سي تاو على اتنين. ازا هشوفهم انا بنسبالك ان هما هدف اه واحد كبير. هدف واحد كبير. طبعا هنا في نقطة بس مهمة نقولها ايه هي? سي تاو على اتنين جات لنا قبل كده عدت علينا وسميناها الايه? او الدقة بتاعة تحديد المسافة. احنا عايزين بقى نربط التلات ما فيهم دول مع بعض. يعني ايه ويعني ايه بتاعة دقة تحت المسافة? ويعني ايه لو اتنين جايين اللي في نفس المسافة? مش هميزهم واعتبرهم اه اه واعتبرهم كأنهم هدف واحد. نبص هنا يا جماعة عبارة عن المسافة بتاعت. مش احنا بقلنا سي تاو على اتنين. ايبه دي المسافة اللي تناظر عرض البلس الواحدة دي. لان العرض البلس الواحدة دي اللي هو تاو عموما عايزة اجيب المسافة يبقى يقولنا سيف تاو على اتنين. يبقى ازا في الاخر ده عرض الايكو اللي راجع هنا. طيب دلوقتي اللي نفترض يبقى انا ازا يا جماعة دقة اياس المسافة هي عرض النبضة بتاعة التاو. عرض التاو. بمعنى زي ما هنرجع بيكون عندك مسترة. بيكون عندك مسترة مدرجة وشاريها. هتلاقي ما متقسمة ايه? بتقسمة شرط. تمام كده? الشرطة دي معناها ايه? اه 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 الشرطة دي معناها ان اه بتقدر تقيس المسافة متقسمة شرطة كل ملي معناها دقة اياس المسطرة دي. اول شرطة تاني شرطة تالت شرطة معناها ايه? بتقدر تقيس بدقة لحد الملي لانك تقيس بالشرطة. هنا الشرط بالنسبة لي هي دقة اياس المسافة هي عبارة عن التاو دي. يعني عرض البلس يبقى انا هجائسها لها عاجت في العرض الاولاني في لا التاني التالت الرابع. تمام كده? يبقى ازا العرض البلس ده لو انا حسبته بقى كمسافة ينظر مسافة قد ايه? يبقى ده الدقة اللي انا هقدر احدد بيها قعد الاحداث عن بعضها. تاني. لو فرضنا تلوتي انا انا عندي اه 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 لو فرضنا عندي السيتا وعلى اتنين ديت حسنا طرعت مية وخمسين متر. مية وخمسين متر دي معناها ايه? معناها ان انا لو جالي اه اه اتنين طيرتين مع بعض. اول حاجة نسبة لهدف واحد الاول. دي نسبة الطيارة واحدة الطيارة واحدة الاول. معناها دقة اياس المسافة بتاعتها مية وخمسين متر. معناها ان انا زائد او ناقص مية وخمسين متر. دي دقة اياس المسافة. لكن لو كان العرض بتاع النبضة دي ينظر خمسين متر معناها دقة اياس مسافتها خمسين متر. يبقى انا ما اقولها يا بعد مسلا كيلو وميت متر او عشرين كيلو وميت متر معناها دقة اياس المسافة خمسين متر فوق او تحت. هي دي ستسمعها يا جماعة. دقة اياس المسافة او دقة اياس المسافة. اللي هي في التاو على اتنين. اللي هي عرض اللي ينظر عرض البلس ده. ادي رقم واحد. رقم اتنين. السي تاو على اتنين دي لو جم طياطين مع بعض. وراء بعض في نفس الاتجاه. والمسافة بينه اقل من القيمة دي. هشوفهم كأنهم هدف واحد كبير. هشوفهم كأنهم هدف واحد كبير. لان الايكو كده لو فرضنا انا هكبر كده. لو فرضنا انا هتكلم هنا اهو. اهو. كده اهو. لو فرضنا الايكو ده كده. امتى اميز انا. ببا كده الشكل ده. امتى هميز انا ان ده تارجت واحد مش اتنين تارجت. لو جالي الهدف التارجت التاني الراكب فوقي كده. الريدر بنسبالها هشوفهم كأنهم الاتنين هدف واحد فقط لاغي. تمام? طيب. لو جالي بقى? امتى بقى يميزوا من هما هدفين لما يبعيدوا عن بعض مسافة على الاقل السي تاوة على اتنين. معنا جات من السي تاوة على اتنين? لهوا ده العرض النبضة. وهو ده العرض بتاع دي. تمام كده? يبقى لو جات بالنسبة لي كده. يبقى ان الف możnarates بالها هميزهم من هما اتنين تارجت ل 코로. لاتنين? لان السي تاوة على اتنين عبارة عن وهوا ده العرض بتاع دي. تمام كده? لان هو عرض النبضة ايه؟ الموجودة. هدي اللي هو العرض ده كده اهو متى عن نابضة هو ده السي تو على اتنين. طيب انا بنسبالي لو جالي المسافة بينهم هو ده السي تو على اتنين جات كده. لو جال المسافة بينهم اقل من كده. طيب انا هشوفوا كنهم انهم ايه? هدف واحد. نعمكم انهم هدف واحد. ادي اول حاجة. طيب ازا دقة اياس المسافة بالنسبالي متقسمة عبارة عن عرض التاودة اللي هو عرض النبضة بتاع دي. ده رقم واحد. نفس المسافة دي بتحدد لي لو انا جالي اتنين تارجت والاتنين تارجت دول المسافة بينهم مجوين في نفس الاتجاه. مسافة من اقل من سي طبع اتنين هشوفهم كأنهم هدف واحد كبير. يبقى ان الريدر هنا مش هييميزهم كأنهم ايه هدفين هييميزهم كأنهم ايه هدف واحد كبير عامل كده. كأنه هدف واحد كبير عامل كده بالنسبة. تمام كده? يبقى ده عارفنا عن ايه? وهو ده يا جماعة كأن دي الشرط اللي انا بتاعة المسطرة. ان دي الشرط بتاعة المسطرة ادي شرطة. تمام? ادي شرطة معناها ان انا دي دقة اياس المسافة ادي شرطة ادي شرطة ادي شرطة هي دي الدقة بتاعة المسطرة. المسطرة حضر لك مثل شرطة كل ملي معناها دقة اياس المسافة فيها كل ملي. هنا الشرط بنسبة لي الرنج بن. الرنج بن ده جيمني اين? هو ده العارض بتاع العارض بتاع اه دايو نازل العارض بتاعمين? البلس لنا بعيدة. طبعا هنا دلوقتي يبقى هنا في سؤال مهم. طب انا عايز الدقة دي تبقى اعلى. عايز امعز الاداة دي بعضها. طب بيبقى انا هعمل ايه? هخلي النبضة دي تصغر. هخلي التاو صغيرة. عايز يبقى الشرط اكتر. بس هنا هتقابلني مشكلة تانية هنتكلم عنها دلوقتي. ازا افراد ان انا قللت العرض بتاع النبضة دي هيحصل لي مشكلة تانية. هيديني اه دقة تحديد للمسافة اعلى. ودقة تمييز هدفين ماشيين جنبه بعد. احسن ولكن هتعمل لي مشكلة تانية هنتكلم عنها هدلوقتي اما تيجي ان شاء الله بازن الله. تمام? يبقى احنا فهمنا اه يعني ايه ويعني ايه ويعني ايه هو والاتنين تارجت امتى يميزهم هدف واحد وامتى يميزهم هدفين كل ده عبارة عن العلاقة بتاعة سي تاو على اتنين. طبعا ناخد بالنا هنا ان في الاتي. احنا قلنا السي في اللي هو اقصى مسافة على اتنين ده يديني لو خدت في المسافة دي كلها على اتنين يبقى ده اللي هو لكن لو خدت في التاو اللي هو عبد البلسة دي على اتنين ده يبقى نسميه او المسافة اللي انا لو شفتها بين اتنين اعتبرهم اه تارجت واحد. هنا طبعا لو فرضنا خلينا ناخد كده مسال كده عملي اه سريع. لو فرضنا انا مدي لك اه التي بي هنا واحد ملي سانية. ومتديك التاو هنا العرض ده بوان مايكرو سكند. ومتديك ايه اللي هو بوان ميجا وات. كم كده هتقول بكام على طول? في ايه? الوان ميجا وات في التاو على تي بي ازا ما احنا قلنا. تاو على تي بي يديني هتلاقي طبعا كام التاو واحد مايكرو على واحد ملي هتديني عشر او سالب تلاتة في البي تي اللي هي ميجا يعني هتشيني بترات سفار هتديني وان كيلواط على طول على طول بايه؟ طيب هنا السي تاو على اتنين على طول انا عندي التاو بكام? عندي التاو با اه وان في التلاتة بعشرة او ستمانية على اتنين هتديني مية وخمسين متر بازا لو عندي اتنين هنا. المسافة بينهم جاين في نفس الاتجاه المسافة اهلي من مية وخمسين متر انا هشوفهم كأنهم هدف واحد. في نفس الوقت زي ما احنا قلنا ده يعني دي دقة تحديد المسافة. طيب ايه ازا نما اقول لك بتاعت هنا عشرين كيلو معناها ان ده دقة تحديد المسافة دي بتاعته كام? مية وخمسين متر زي دو نص مية وخمسين متر. طيب الديوتو سايكل بتحسب ازاي? على طول هي التاو على تي بي هيطلع لي واحد من الف زي ما احنا شايفين. بقى احنا طبقنا كل القواعد كده على طول. وآآ حسبنا كل البراماترات بتاعت الهدف آآ بتاعت المسألة بتاعتنا وشايفين المسألة كلها آآ تعويض مباشرة عطول في القوانين والدنيا كلها حتى القوانين مش محتاجة آآ حفظ. طيب احنا هنا عندنا هنتكلم بقى في النقطة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها دي بقى اللي هي ايه بقى? ان انا لو عندي آآ لو انا عندي البالس بتاعتي ده محتاجه عشان اخلي زي ما احنا قلنا هو التاو هنا ما هتكبر معناها الباور هتكبر لان بساوي بيتيق في التاو على تي بي. بما الباور هتزيد هقدر اعمل هقدر احدد الاهداف لسمول هقدر احدد تاني الاهداف لما زود لان انا عندي الباور اللي طالع بقت كبيرة فيها مدة طويلة بهاقدر احدد ايه? او تمام كده? طيب لكن انا عندي مشكلة تانية هتعمل ايه? هتقلل اللي هتديني هتديني دقة دقة تحديد المسافة ضعيفة. تحديد المسافة في في الهدف نفسه وكمان زي ما احنا قلنا لو فيه اتنين تارجتس جديد مع بعض. يعني ممكن يكون في ترب من او اتنين تارجتس او اتنين تارجتس طبعا مهمة جدا لو حضركوا في مطار او في حاجة زي كده وفيه طيارات طيارات قريبة من بعضها او والكلام ده كله. وطبعا ده مهم جدا ان الراجل هو بتاع المراقبة الجوية اللي في المطار يدي اه تحذير للطيارات ده ان هي المسافات بينهم من بعض قريبة فمهم جدا مدوع دوت عشان يقدر يميز لو الطيارات يعني من بعض. وطبعا عمرها منافوض ما يسيبهاش توصل لحد المسافة دي يعني. طيب احنا نعمل ايه بقى هنا كده في عندنا حاجة متعرضة. انا محتاج هزود عرض البالس عشان هزود الباور فاقدر فاقدر اعمل الاهداف البعيدة والصغير. لكن لو زودت عرض البالس هيقلل لي طبعا احنا في عندنا هنا تكنيك بيستخدم احد تكنيك مستخدمة حاجة اسمها بستخدم حاجة اسمها اه ممكن استخدم عشان هبعت طويلة اه لكن في الاخر هيديني الخارج مع شوية اه اه تعاملات كده في الريسيبر بيديني في الاخر كويسة رغم ان انا باعت طويلة طيب احنا تعالوا كده هوريك المنزر كده عامل ازاي على طول مش هنخش بس هوريك بس المنزر انا عايز اكتوقع متخيل ايه اللي بيحصل? زي ما احنا شفنا هنا هو لو فرضنا الريسي انا باعت اه عرضها واحد سكن زي ما احنا شايفين كده على الشمال اللي هو اه الحمراء. تمام كده? فاليكو اللي راجع لو فرضنا في عندي اتنين اكو هياخد هو كمان العرض بتاع نفس العرض اللي انا باعته اللي هو الازرق زي ما احنا شايفين كده قدام. طبعا زي ما احنا شايفين كده العرض تقريبا هو ده الاكو زي ما احنا اقنا سي تاو على اتنين ده البلس ريزولوشن زي ما احنا شايفين واخد برضو هنا بنسباني. طب الخارج بقى بتاع الماتشت فيلتر مموما ممكن هيبقى حاجة زي كده برضو. ولكن برضو زي ما احنا شايفين واخد نفس العرض بتاع مين بتاع البلس الايكو اللي راجع بتاع الايكو بتاع البلس ايه اللي راجع. طب ازا بقى لو فرضنا ان كانوا الاتنين قرابين من بعض كده. زي ما احنا شوفنا مسافة اقل من سيتاو على اتنين هكون النتيجة ان الخارج بتاع الماتشت فيلتر هيبقى واحد كبير وبالتالي هنا زي ما احنا شوفنا زي ما احنا توقعنا هيبقى بالنسبة لي هيعتبرهم كأنهم طرجة واحد. الريدر هيعتبرونك انهم طرجة واحد. طيب في عندي بقى شوية كده شوية ممكن اعمل بقى زي ما احنا قلنا الاسلوب بتاع البلس والكلام ده كله. ولكن خلينا نشوف بس الشكل في الاخر ازاي? اهو زي ما احنا شايفين هناخد على نفس الهدف نفس البرامتز اللي هناك ان انا بعدت برضو في المنظر احنا موجود قدامنا ده في بتاع البلس برضو العرض بتاع البلس زي ما هو لكن الخارج بتاع الماتشت فيلتر في الاخر هيبقى زي ما احنا شايفين هيبقى بتاعه اقل زي ما احنا شايفين جدا وبالتالي هديني الريزوليوشن اضبق بكتير جدا في تحديد المسافة. زي ما احنا شايفين هنا بالزبط في النص ما بين تلاتة واربعة ساكند هنا ده دين السنتر بالزبط وهنا ما بين بالزبط خمسة وستة زي ما احنا شايفين يبقى انا حتى ادل قرارهم بعد سن حتى لو ده كان هنا هقدر اميزه من هما اتنين مش طارجت واحدة. بلكن انا زودت زودت دقة تحديد الهدف في المسافة وان انا قدر اميزه هدفين قربين من بعض في المسافة رغم اني مستخدم نفس عرض البالتس اللي انا باعتها وزي ما احنا قلنا ده مهم ان انا تبقى نفس عرض البالتس او تبقى البالتس ويتس عريضة عشان تبقى كويسة ومحترمة عشان اقدر اعمل للاهداف اللي هي البعيدة والصغيرة. تمام طبعا انحنا عموما يعني فيه شوات كده بزريفة لكن كمان من ضمن الفوائد بتاعته ان انا بيستخدم في تكبير زي ما احنا شافين كده ده فيها نويز كتير زي ما احنا شافين نتيجة انا قدرت استخرج بسهولة زي ما احنا شافين البالتس من جوه زي ما احنا شافين موجودة على اليمين تمام بادي من ضمن الحاجات الفوائد بتاعت البالتس ان انا اكبر سيجنل وقدر استخرج سيجنل كبيرة او زي ما احنا شايفين كده. اه وقدر اطلعها زي ما احنا شايفين كده على اليمين قادل الاتنين بلس او. اه بتاع الاتنين رغم ان في كمية نويز اه كبيرة جدا شايفينها اه موجودة اه قدامنا على اه. احنا عندنا بقى اللي احنا اتكلمنا عنه ده هو البلس ريدر ممكن كمان يكون ممكن كمان فيه انواع تانية بتعمل ايه يا جماعة? بقدر استخرج كمان الدبلر من آآ من ده بقى في نوعين يا اما حاجة اسمها او بلس دوبلا ريدر. تمام? يبقى نوعين دول عبارة عن بلس دوبلا ريدر ولكن بستخرج فيهم طيب بيختلف عن ايه طبعا هناخدها بعد كده التفصيل بيختلفوا عن بتاعة البلس ريبتيشن فريكونسي والديوتي سايكل قد ايه. البلس ريبتيشن فريكونسي زي ما احنا قلنا اللي هو التردد بتاع البلسات الخارجي قد ايه بينهم بينهم بعض قد ايه تردد. والديوتي سايكل قد ايه بنسبة لعرض بتاع التاو بنسبة ليه بنسبة ليه لو انا عندي اه في الاميتي اي اي اه في الاميتي اي ريدر بيبقى عبارة عن لو بلس ربيتيشن فريكونسي ولو ديوتي سايكل. لكن بيبقى عبارة عن في هاي بلس ربيتيشن فريكونسي وهاي ديوتي سايكل. فقام كده يبقى اه ده الفرق الرئيسي وحنا طبعا هناخدر سمع كابه التفصيل وناخد الفروب بينهم بالتفصيل ما بين الامتي اي ريدر والبالس دوبلر ازا دول انواع من انواع البالس ريدرز اللي بتستخدم كمان معلومة الدوبلر في انها اه تحدد احنا قلنا قبل كده الدوبلر هيحدد لي الحاجات الاهداف اللي بتتحرك من الاهداف السابتة وزي ما احنا قلنا احد حاجات مهمة جدا في الموضوع دوت ان انا اقدر اميز التارجت من الكلتر لقلنا الكلتر هي تبقى حاجات سابتة غالبا اه جبال اشجار بحار وكلام ده كله بتاع بيديني شكل على الشاشة فطبعا الحاجات دي كلها بتبقى اما سرعتها زيرو او سرعتها منخفضة زي سيربت يورو على كلام ده كله فقوني استخرج معلومة الدوبلر اهقدر اه استخلص بتاعة التارجت اللي هي ممكن تكون صغيرة من ضمن اه السيجنل بتاعة اللي هي ممكن تكون كبيرة التارجت طبعا سيجنل ممكن تكون ضعيفة اضعف التارجت ده من الكلتر من جبل موجود في المنطقة او كلام ده كله. طيب البلوك دا جرام بقى بتاع طبعا هنلاقيه هو ده اه نفس البلوك دا جرام اللي احنا خدناه كمودل في الاول خالص وشرحناه بالتفصيل هو ده نفسه نفس المودل ما فيش اه اختلاف تقريب. طبعا هيترو داين ريسيفر هيترو داين ريسيفر هو الريسيفر اللي احنا شرحناه اه المرة اللي فاتت اللي بيستخدم بيبع عنده في اه 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 اللي هو التردد العالي ريديو فريكنسي وبيعمله مع كده ميكسنج ميكسر عشان ازله ايه لانترميدية فريكنسي عشان طبعا زي ما احنا قلنا بكده بتعامل اسهل والمعدات اه يعني العقص الكله ميكسر hungry عن اللي هي الريسيفر hanno بنزل ال 74ا عشان يبدأ بتعامل معها اسهل زي ما احنا قلنا قبل كده مر الفتح از ما احنا شافيين بروك دا جرام بالزبط هو اللي شرحناه في قبل كده. هنا في عندي زي ما احنا آآ قلنا قبل كده وهيبقى في عندي باور امبليفاير وبالس موديوليتور هيعمل حسن ثم السيجنل البالس هتخرج ببرة هيبقى في وقت الارسال آآ هيخلي الانتنة تاخد من آآ الترانسميتر بس وقفل الرسيفر عشان ما الرسيفر ما يتحرقشي ثم بعد ما تتبعت هيبقى في وقت بقى الدبليكسر هيروح قافل هنا الترانسميتر ما عشان يبقاش فيه هنا ويخلي الايكل اللي راجع يخش على الريسيفر اللي هو اول مرحلة فيه زي ما احنا قلنا اول لازم اول حاجة في اي آآ زي كده بقى فيه في الاول خالص عشان ما يكبر ليش سيجنل تو نويز ريشو ثم بعد كده ميكسر هيعمل له ميكسنج مع آآ اللي هو طبعا بيبقى مظبوط برضو على الترادد بتاع الريدر دوت بحيس يطلع لي في الاخر الترادد اللي هو متوسط الاي اف آآ وهيخش برضو على ثم ماتشت فلتر عشان احنا مرة فاتت ان انا اعتمادا على المواصفات اللي عندي ماتشت فلتر بيبتدي حسين للسيجنل تو نويز ريشو لان انا عارف المواصفات اللي انا بعتها ايه هي ثم يخش على اللي هو هيشيل بقى الكارية خالص ويدي الانفولوب بقى بتاع البلس الخارجي وثم هيكبر بقى فيديو ويخش بقى اللي هو هيقرر هل ده تارجت ولا مش تارجت ده ما احنا قلنا قبل كده وتكلمنا على حسب معين اعلى من يقول ده تارجت قال منه يقول ده مش تارجت والاوت في الاخر بيتعرض على من الانواع اللي احنا اه شرحنا قبل كده يبقى ده بتاع طيب هنتكلم على ده نوع التاني هنتكلم عنه دلوقتي هناخد عنه فكرة سريعة اه احنا طبعا شرحنا عارفنا عارفين يعني ايه ان انا عندي اه لو فرضنا ان في عندي اه اه كان الريدر نفسه او التارجت نفسه محاولة حد فيهم بيتحرك طبعا احنا هنا بنسبة ان احنا كريدر بيبقى الريدر اه اه لو ريدر اه دي بيبقى الريدر سابت ولو الهدف بقى نفسه بيتحرك هكوني نتيجة ان يحصل لي اه فريكنسي شيفت معناها الفريكنسي الرجعة هتتحر هتتغير مكانها هتزيد او هتقلب قيمة سميناها الدبلر فريكنسي الدبلر فريكنسي دي هيختلف على حسب السرعة بتاعة التارجت دوت بالنسبة للرادار بنسميها بقى الراديال فريكنسي الراديال فريكنسي او السرعة النسبية او السرعة العمودية السرعة العمودية ليه لان احنا زي ما احنا قلنا لو فرضنا الطارجت ماشي كده الطيرة ماشي كده يبقى السرعة لو انت حللت السرعة في مركبتين فالسرعة العمودية اللي في اتجاه الرادار هو دي اللي احنا سميناها هنا في ار اللي هي في كوزين سيتا يبقى الفي ار هنا تبقى عبارة عن في كوزين سيتا طبعا اه لو احنا التارجت اه متوجهة ناحية الرادار بالزبط طبعا يعني كوزين سيتا بزيرو يبقى الفي ار بتساوي الفي على طول اه تمام اه وطبعا الكوزين زي ما احنا عارفين الكوزين ممكن ادي قيمة موجب او سالب على حسب بقى التارجت ده مقترب ولا مبتعد اما يكون التارجت ده بيقرب للريدر التارجت بتقرب للرادار هيديني الاف دوبلر موجب معناها اننا لو بعد بفريكونسي اف نوت اكون نتيجة الفريكونسي اللي راجع بالفريكونسي اعلى من الاف نوت اف نوت زائد اف دوبلر طب لو كان التارجت ده بيبعد اطبع اف نوت ناقص اف دوبلر لان هو التارجت ده بيبعد طبعا هنا زي ما احنا قلنا الاف دي بتساوي اتنين في ار على لانضة والفي ار طبعا على فينها زي ما احنا قلنا بتساوي الفي كوزين آآ سيتا. يبقى ازا هي الفكرة بقى بتاعة معتمدة على موضوع اه دو بمعنى ان انا عندي زي ما احنا شايفين كده انا ببعت هنا مع موجة مستمرة وبتبقى مسلا زي ما احنا شايفين كده بالنسبة طب هنا طبعا اول سؤال يجيب بالنا طب مدام انا ببعت على طول يبقى الشغال على طول شغال على طول هل هنا اقدر اعرف معلومة هنا معنديش معلومة بشكل مباشر اه ما عنديش معلومة بشكل مباشر لان انا ببعت بشكل متصل فما باستناش بقى ابعت واستنى الاكواس مسافة ما فيش كلام ده مش موجود فيه السيمبل طبعا بلوك ده السيمبل طب هو ايه لازم بتحاجز زي كده اه ده ضمن الانواع زي ما احنا قلنا في بتاعة الريدر ده من ضمن اللي مستخدمة اه في تحديد السرعة اللي هو ما يكون بس الحاجة الرئيسية اللي انا محتاج احسابها لها السرعة زي الرادار بتاع المرور الرادار بتاع المرور اللي هو بيوجود على الشوارع الرئيسية اللي بيقيس سرعة العربيات عشان مخالفات السرعة الزيادة هنا اللي همني كل اللي همني والسرعة بيتم بتوجيه الرادار ليه لعربات المعدية واما اول معربية فيهم تعدي السرعة بيروح مديني بيحسب لي السرعة بتاعتها كام ويبقى انا كده عرفت سرعة العربية المعدية بقى انا مش محتاج غير المعلومة بتاعة آآ السرعة يبقى هنا ازا زي ما احنا شايفين عبارة عن اول حاجة هنا طلع على فين? طلع على طول على الانتنة وبشكل مستمرة على طول ما فيش عندي بقى. وفي نفس الوقت بستقبل. هنا بقى بيبقى فيه عندي بسمحنا هنا حاجة اسمها بسمحنا هنا عشان احسب لازم عايزة قارن اللي انا بعدتها بالف اللي راجع عشان لو اللي راجع بالزبط زي الطرد المبعوتي وده ما فيش اه ما فيش اه بنسبة لي هنا ما فيش اه بنسبة لي الهدف ده مش متحرك. تمام كده? يبقى هنا بسمح هنا بقى فيه بيخش ده اللي هو واللي راجع بقى بيخش لي اللي هو اللي راجع زائد او ناص اف اف دوبلر زي ما احنا اه قولنا قبل كده. والديتكتور بقى هنا هيخرج لي في الاخر هيخرج لي في الاخر مين? بعد هيخرج لي بس بتاع مين? الف دوبلر فقط لغاية هو الفرق ما بين التردد ده والتردد ده. اخرج بس الاف دوبلر. ثم بقى بندخلها على دوبلر فلتر. وده مهم جدا دوبلر فلتر ليه حاجتين? اولا اه اه انا ليه طيب هنا اول حاجة الجزء اللي انا هنا في الاول ده ليه مش ليه عايز اشيله? طبعا ده مهم جدا حاجتين. انا هنا معناها ايه? السجنل خالص اللي جاية بنفهاش اف دوبلر. بمعنى مش متحركة بنسبالي او السجنل بتاعة يبقى دي اول حاجة بتاعة لو فرضنا فيه حتى جزء منها متبقى لحاجة انا شلته ان دي عند زيره تقريبا. زائد يا جماعة مهم جدا انا شلت الكلتر كمان. لو عندي هدف متحرك. هدف اسف سابت. يبقى ان هنا بنسبالي شلت الكلتر. اه اه اخلصت من كل الكلتر بقى اللي عامل لي مشكلة. هنا انا كده في الوقت افرود الحقيقة ده ادرت ادرت اتخلص من كل كل الكلتر كل الاهداف اللي تتحرك ببطء جدا او متحركش خالص ادرت اتخلص منها ومش هتعرض لي اصلا على اه الشاشة عندي. طيب والحاجة التانية بقى اني انا عارف بالنسبة لي الريدر دوت اقصى سرعة اه لي الاهداف اللي ممكن او اللي ممكن استقبلها كام? فبالتالي بحط اقصى سرعة دي يبقى انا بعمل للفلتر ليه اقصى سرعة دي. طبعا ليه هنا طب ليه ما خلطوش هاي بس فلتر وياخد كل التراضيات العالية لان طبعا كل ما هيزيد العرض بتاع الفلتر هنا كل ما هيدخل لي اكتر بدون داعي. خلاص انا عارف ان انا مهتم بالاهداف في سرعاتها بداية من مثلا نفترض مثلا كزا اه ميت كيلو او مسلا اه تلاتين متر خمسين متر الى مسلا اهداف لحد سرعة مسلا اه اتنين ماخ مسلا او اتنين سرعة الصوت او كلام دي اقصى حاجة انا عارفها اقصى حاجة انا مهتم بيها مسلا واحد ماخ اتنين ماخ ايا كان لو سرعة الصوت له تلتميت متر تلتمية واربعين متر في الثانية يبقى هاخد مسلا ازبوطه حد ربعمية متر مسلا اه ربعمية تمنمية متر في السكن والفلتر بتاع دوبلا فلتر هو هياخد بس اللي انا مهتم بيه دوت لان زي ما احنا قلنا الاقل من كده عبارة عن اما اهداف سابتة انا مش محتاجها اما اا اكلاتر وخلافه اما زي ما احنا قلنا في بتاع اللي في جدء لسه منه موجود اعلى من كده زي ما احنا قلنا لان ما فيش سرعات اعلى من كده يبقى انا مش مهتم بحاجات الاعلى من كده وبالتالي بقى في الفلتر اا في ده بس فقط لغير عشان اقلل حجم لان انا كل ما اكبر حجم الفلتر عموما بتكبر حجم ده الشكل بتاعي اه بتاع السيمبل اه زي ما احنا شايفين موضوع ببسيط خالص وزي ما احنا قلنا الحاجة الرئيسية اللي انا بس تنتجها المعلومة الرئيسية اللي بدي هنا دوت هو هي معلومة السرعة هي معلومة السرعة واحنا قلنا بالكده بنحسب اقدر ما ده ما حسب من السرعة اقدر عمل عكس واحسب السرعة من اه اه ده كان السيمبل بتاع آآ آآ ده بقى الشرح اللي احنا قلناها دلوقتي بتاع آآ اللي احنا قلنا دلوقتي سيمبل طبعا هو ممكن زي ما احنا قلنا يبقى الموضوع عن كده احنا شرحنا يعني ايه آآ سيمبل وكده ودي كانت نهاية المحاضرة آآ بتاعت آآ النهاردة اتكلمنا فيها بسرعة عن آآ آآ ريدر واتكلمنا عن البرامترات المختلفة بتاعة البلس ريدر وقلنا نفيه انواع هنتعرض لها بعد كده ان شاء الله لان البلس ريدر يقدر يستقدم كمان معلومة في نوعين هنتكلم معلومة بعد كده ان شاء الله بالتفصيل آآ واتكلمنا بعد كده عن آآ سيمبل بتاع الكنتينيو اسويف ريدر وقلنا آآ شرحنا شرح بسيط سيمبل ليه الكنتينيو اسويف ريدر آآ بيشتغل ازاي آآ ودي كانت نهاية من حاضرة آآ لان البلس ريدر وشواه وستشعر